موسيقى دنيا مرحبا بك معنا في حيواء على هبابرس أول سؤال قابلنا من هذا الدور في هذا سيدكم جديد للكنا مغابة الدور دي هو الدور دي الأمينة مراتبوع الزريح اللي هي وياخد دمية ورجلها في شركة ويشركة دي الكابلاج ويسكنوا في السكنة دي الخدمة اللي صحابهم وزملاء ديالهم كل واحد ومنين جاي من منطقة في المغرب جاي مع العدد دياله والتقاليد دياله فكي وقعوا ببناتنا صدامات في الشركة صدامات في الدار صدامات في الدار يعني أننا في داخل هاد سيدكم هذا كان عيشو الحياة العادية والطبيعية اللي ممكن يعيشوا أي مغاربة مع بعدياتهم فقالة بكوميدي فمتي زوين يعني المخرجة صفاء البركة اعتمدت على لايت كوميدي فات سيدكم هذا اللي انتمنوا إن شاء الله أنه روق المغاربة واللي غيتعرض إن شاء الله على القناة الثانية دوزهم كيف جاك أجواء تصوير خصوصا معها ديال كوفيد؟ صراحة شوف احنا الحمد لله احنا نخدمين مع واحد شركة اللي واخده جميع احتياطات ومعايير السلامة الحمد لله احنا قبل ما ندخلوا للبلاتو قبل ما نبدأوا التصوير قدرنا كلنا لتست الحمد لله اخرج كل شي الحمد لله سالم عندنا كيف شفتوا انتم المعقيمات لي ماس كل شي البلاتو انفو كنخرجه باش كان نريبيتي وكي عاودي التعقم يعني ولله الحمد بالنسبة للحماية واختياطاتنا احتياطاتنا اننا تنراعي وعندنا وريدنا عندنا اخوتنا في اللي كان نرجعوا رجالنا ووليداتنا تنرجعوا في اللي دائما وحنا خايفين فمتي دونك الاحتياطات الحمد لله اخد دامين الله اه كيبقى واحد شوية جلو غيسك عندك في خاطر كتيل عندك نكون ما درتشات شي مسيان عندك نكون ما حقا مشاهم لانه اه كيف قلتلك كاي نخوف ولكن كاي انت حب بالمهنة لك حتى معلينا اننا نريسكي ونقدم ولمشاهد المغربي حاجة يتوانس بها ان شاء الله في رمضان ويخرج من استخدامات ديال الخدمة وديال هاد الاجواء الصعيبة اللي كان عيشوها هاده 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 طلعه في سنتين وانتمنى ان شاء الله العالم انه يتريح منها في ان شاء الله في القديم من الايام على ديالك العائلة والابناء الناس الجمهور ديالك يقولوا بالزواج والبيضات اخدهوا مننا دنيا بوتازوت عش باش جوب يوم لنقولوا انه بصراحة ضروري واحد لقيتها غديد اخدك دارك ورجلك ولداتك أنا كنت فعلا كنناخد واحد الاستراحة خصوصا في الصيف يعني تلت شهر تصيف كنت كنرفض اني يشتغل باش نعطى وقتي كامل لوليدي اخرج معامل لانه عندي اخوتي مزوجين اخويا واختي وعندهم استقلاليتهم فكنت انا الوحيدة اللي قاسها مع ابا ومي فكنت ذيك تلت شهر كان غتانا معاهم تسرى بيوم فقط ما كان عندي شي وقت خاوي فمني جاد يعني انا وربيك تبني تكون عندي حياة زوجية ووليدات فبقيت دائما محافظة على نفس العهد من نفس الارتباط في امتي كنقول الاسرة اولا في امتي العمل ممكن يتسنى انه الاسرة اللي هي الاولى وهي التانية وهي الثالثة لانه المستقبل ديالك سي انك تشوفي ولادك قدامك تي كبرو توصل لي ملبر الامان كما الحمد لله وليديك دربو عليك تامل اتغموص لكم ملبر الامان يقدر يكون بعض التوقفات مازال تقدر تكون عندي فهمتي ولكن كنقول انه ربما هي ما تحبس النيس ارسان قوصا ولكن غادي تكون اكيد دونيا غا تستقر في المغرب او لا ترجع البوتوريل لا اللي ما اعرفينش الناس بانه انا مستقر في المغرب ولكن تنمشي مع راجلي انه عنده الخدمة دياله تمه وكان مشيه مرة مرة خصوصا الوقت اللي كنكونه مثلا في الصيف لانه يشتغل في مجال سياحي فالخدمة كتكون محركة كتار دونك ضروري ويكون واقف باش يجاري شغلاته فكان نغسانه من دبانه الفرصة ديال تلت شهور ديال الصيف وكتنقوله كانت متع فيها على جوج ديال النواحي انا كان كنكون مع عائلتي وكانكون حضراجلي ومختان مع العطلة ديال الصيف طريفة مطلائف اللي وقعولك خلال تصويف دياله كلنا مغابة طريفة يلقيتو اليوم انا مهرسة معلوك بالسلامة مفدوعة من هاد البلاسة بس كنكت كن كيف ما حضرتو كنت كنمثل واحد الشخصية وكان خستني ندير واحد اللي ندرتو انا مسخوناش فمعرفش وش عنقي ولا ما عرفش شنو انا دبا ديرها البلسقة باش نقدر نكمل المشاهد اللي باقي ما صورناهاش وقعوا بزاف ديال طرائف مع الزملاء اللي تنضحكوا فيهم واللي اكيد تلجمور غيشوفهم من خلال كواليس التصوير اللي قد تعرضوا انا كنعرفوا لان الجمهور كيبغيهم بزاف فنتمنوا ان شاء الله ان العمل يروحهم دونيا كلمة اخيرة منك الجمهور ديك كيتابعك عبا هي با بخاس تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد اللي يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وطورة العمر وباشتمينته ربي ان شاء الله يرفع على بلادنا وعلينا هذا الوباء هذا ونعود ان شاء الله حياتنا الطبيعية ونبقوا دائما محافظين على سلامتنا من خلال الوقاية وشوية تصبر ان شاء الله وما سيكون هنا الخير شكرا لكم مرحبا بكم نورتونا انا هيبربرز قبل ما تخرجم لا تنسى واشتابعونا في شين يوتيوب وتبارتاجوا الفيديو ومشاهبكم ومواقع التواصل الشي معي لا تنسى واشتديروا جهب وضغطوا الجرس بشي وصلكم جديد لانا